السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة دبلومات الفنية الشعب المعمرية تخصص أعمال البناء أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة أهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله معاكم لسيز ناصر محمود علام معلم خبير من وزارة التربية والتعليم النهاردة إن شاء الله هنتناول في حلقتنا وهنتكلم على مادة تيكولوجيا أعمال البناء النهاردة إن شاء الله هنعمل مراجعة سريعة وناخد جزء كبير كده من المنهج بتاعنا إن شاء الله ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله لأن جزء بتاعنا كبير والمادة بتاعتنا 80 درجة عايزين المادة بتاعتنا سهلة وبسيطة وزي ما احنا اتفقنا من أول السنة تمام ومن أول ما اشتغلنا مع بعض إن المادة بتاعتنا ده هي مادة ما كانتش هتنفعنا في حياتنا النظرية هتنفعنا في حياتنا العملية ومواد الحاجات مفيدة وممكن نطبقها في حياتنا المعيشية تمام حاجات مثلا اتعرضنا لها ممكن نطبقها وممكن ننفذها بأيدينا بدل ما نجيب صمايعها والحاجات دي تمام لا يا باشمواندس يحنا ايه ممكن نتعلم الحاجات دي ومادة جميلة بتمانين درجة يعني التمانين درجة يعني بـ 12% بس عايزين ناخد الـ 12% دي يا تواستاذ ونشوف الأسئلة بتاعتنا سهلة وجميلة وبسيطة وزي ما قلنا كل سؤال هتكتب حضرتك ليه بياناتك واضحة وتمام التمام وبعد جدا هو هتروح مستر وتستر كل صفحة وتحدد في كل صفحة إجابة السؤال الأول أو التاني بيجي لي مثلا أربع أسئلة فيه هتحدد بدأت بالسؤال الأول يبقى السؤال الأول ألف أو السؤال الأول بيه حضرتك موضح كل حاجة ما تخليش المصحح اللي هو هيبص على ورقتك إنه هو يبقى مثلا إيه وهو بيصحح كده يبقى مخنوم مثلا هو متضايق عازي إيه عازي يخلص الورق لا فيه تصبيت للورق كده تصيره وديه وبتحدد له مثلا السؤال ده أول ألف أو بيه بتريحه وطبعا خط كويس وكده هو تبقى على مزرق ما بتدخلش أي ألوان أخرى حضرتك مصقت ورسمت ووزبطت الدنيا ولو مطلوب رسمة حضرتك بتروح موضح الرسمة وبالمصارة وبمقاسات معينة ومناسبة كده هو ما تبقاش حاجات كبيرة وضخمة أو مش متنسقة مع بعضيها تمام لا عايزين ناقد درجة السؤال هل السؤال من عشرة يبقى أنا عايز العشرة حضرتك المصحح وهو شغال مش هستقصر فيك الدرجة تعال نشوف أول نوع من الأسئلة اللي احنا ممكن نتعرض لها أو بتجينا في الامتحانات تعال مع بعض كده أول سؤال في حلقتنا النهاردة أكمل ما يأتي أكمل ما يأتي طبعا الجزء ده احنا هنبدأ به اللي هو القصب اللي ايه بقوانين البناء السؤال ده مهم جدا 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 أول حاجة الارتفاع الكل للمبنى نقط من عرض الشارع بحد أقصى نقط متر تاني نقرأ السؤال ما تسرعش في الإجابة وتقول مثلا أنا عارف وروح ايه أو لا نبقى هاديين الزمان بتاعنا ثلاث ساعات ونهدى ونقعد نحل كل سؤال واحدة واحدة عايز تكتب السؤال وتكتب الإجابة ما فيش مشكلة عايز تكتب الإجابة بس أو تكتب السؤال والإجابة وتحط تحت الإجابة خط ما فيش مشكلة عايز حضرتك تكتب الإجابة بس تكتب رقم واحد وتكتب قصادها الحل بتاعها عايزك تبسط وتسهل على نفسك ده الحل بتاعه تمام يبقى أول حاجة الارتفاع الكل للمبنى قال لك يا بشمهندس الإجابة مرة ونص مرة ونص من عرض الشارع نقط مرة ونص أو واحد ونص من عرض الشارع يعني يا أستاذ الشارع عندي مثلا ستة متر يبقى ارتفاع العمارة اللي أنا هطلع بيها ما يعديش المرة ونص من عرض الشارع طب المرة لو عرض الشارع ستة متر عرض الشارع ستة متر طب المرة ونص بتاعته هيبقى كم يا باش مهندس أيوا المرة ونص يبقى تسعة متر يبقى ارتفاع العمارة بتاعته كم ارتفاع العمارة تسعة متر اللي هي المرة ونص اللي هي الشارع طب أنا عندي عرض الشارع مثلا اتناشر يبقى المرة ونص المرة باثناشر اللي هو عرض الشارع اتناشر يبقى المرة ونص بكام يبقى المرة باثناشر ويبقى نص المرة كام آه نص المرة ستة يبقى 6 و 12 يبقى 18 يبقى ارتفاع العمارة لازما ما يتعداش كم اللي هي اللي هي 12 و 6 كم زي ما قلنا 18 متر 18 متر بحد اقصى 30 ايه يا شباب بحد اقصى حاجة اقصى ارتفاعات مصرحانا الدولة 30 ايه اقصى ارتفاع 30 ايه 30 متر تعالنا نشوف النقطة رقم 2 ارتفاعات دورات المياه المستقلة ارتفاعات دورات المياه المستقلة لا يقل عن نقطة متر لا يقل عن نقطة ايه يعني انا لما اعمل مثلا دورة مياه المستقلة لوحدها كده مثلا او دورات المياه اللي في الشارع ارتفاع الارتفاع بتاع دورة المياه تمام اللي هي الفرضاني دي تمام ارتفاعها ما يزوت ما يزوتش عن كام اتنين متر وعشة شباب تعال مع بعض كده ونشوف السؤال بتاعي رقم اتنين ارتفاع دورات المياه المستقلة لا يقل عن اتنين متر وإيه اتنين متر وعشة طيب تعال للنقطة اللي بعد كده رقم ثلاثة يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب للغرف السكنية والمكاتب نقط متر يكون الحد الأدنى لعروض الأبواب للغرف السكنية والمكاتب يعني ايه عايز افهم برضو السؤال قبل ايه عشان ما يبقاش مثلا انا فاهم السؤال بمعنى ويكون مثلا هو المقصود منه حاجة تاني قالك عرض الأبواب عرض الباب الخشب بتاع الغرف السكنية غرفة مثلا قط النوم مثلا او غرفة المعيشة عايز العرض بتاع الباب ده تمام او غرفة مثلا ايه مثلا الحجرة مثلا بتاعت الطبيب عرض الباب ده او عرض الفتحة دي قالك يكون الحد الأدنى اقل حاجة اقل حد ليها ما يقلش عن كام قالك ما يقلش عن التمانين سنتر ما يقلش عن كام يا شباب ما يقلش عن تمانين رقم اربعة يكون ارتفاع الدور العلوي نقط متر يكون ارتفاع الدور العلوي نقط متر كام يا باشمانديس ارتفاعات الأدوار المتكررة من أول الأول والتاني والتالي اللي هي الأدوار العلوية ارتفاع الدور الواحد كام ايوة اتنين متر وكام يا شباب اتنين متر وتمانين طيب الاتنين وتمانين دي بتتحسب من ايه بتتحسب من وش بلط السقف اللي حضرتك واقف عليها من وش من سطح بلط السقف اللي حضرتك واقف عليها لغية بطنية السطح اللي هي اللي فوقيك ده اسمه ارتفاع اللي ايه؟ ارتفاع الدور العلوي يبقى يكون ارتفاع الدور العلوي 2.80 متر من سطح السقف الخرصاني الى بطنية السطح اللي ايه؟ العلوي اللي هو اللي فوقيك طيب تعال نشوف النقطة رقم 5 يجب ألا يقل ارتفاع طرابزين الشروفات والبلقونات والسلالم المكشوفة عن مؤط يجب ألا يقل ارتفاع طرابزين الشروفات والبلقونات والسلالم المكشوفة يبقى من المفروض أن الجلسة الجلسة بتاعت الشروفات اللي هي الشبابي ارتفاعها ما يقلش عن كام او ارتفاع البلاكون الصور بتاع البلاكون اللي انت حضرتك واقف في البلاكون وهتسند مثلا عليه او حاطت مثلا ايه طبق مثلا بتأزز مثلا لب الارتفاع الجلسة دي او الترابزين اللي احنا اللي انت حضرتك سند عليه ايدك مثلا او ارتفاع الكوبستة بتاعت السلب ما تزدش عن كام يا بشو ام متأسف ما تقلش عن كام ما تقلش عن تسعين ما تقلش عن كام ما تقلش عن تسعين سنتي طيب وبعد جدود بعد أول أربع أدوار تبدأ تزيد التسعين ديه بنسبة 5% تبدأ تزيد بإيه نسبة 5% بحد أقصى أن أنا أوصل لأقصى ارتفاع ليها متر وعشرين ما تزيدش عن كام يعني ما تقلش يا أستاذ عن تسعين وما تزيدش عن كام ما تزيدش عن متر وإيه وعشرين اللي هو ارتفاع ليه ترابزين طيب تعالوا نشوف كده الإجابة بتاعتنا يجب أن لا يقل ارتفاع الترابزين يجب أن لا يقل ارتفاع الترابزين الشرفات والبلقونات والسلال المكشوفة عن أيوة تسعين من مية متر اللي هو تسعين إيه سنطي بالنسبة للأدوار الخمسة الأولى أعلى منصوب الرصيف ويزداد يعني يزيد هذا الارتفاع بمقدار كام خمسة سنطي لكل طابق من الطابق التليئ يعني من بعد الدور الخامس تمام من بعد الدور الخامس هيبدأ يزيد الارتفاع ده كام خمسة سنطي لغاية ما نوصل بحد أقصى كام متر وإيه متر وعشرين طيب تعالوا ننتقل لنقطة جديدة لا يقل مسطح المطابخ عن نقط متر مربع وأصغر ضلع نقط متر طيب تعالوا نشوف كده وقت مع بعض قال لي إيه لا يقل مسطح المطابخ مسطح يعني إيه يا أستاذ يعني طول الفراغ في عرض الفراغ أضرب الطول في العرض يبقى ده اسمه إيه مسطح عشان كده جبت لك بالميم قص 2 بالمتر المربع بالمتر اللي إيه ضربت طول في عرض الفراغ تمام قال لك لا يقل مسطح المطبخ عن كام قال لك ما يقلش عن 3 متر عن كام 3 متر طيب وأصغر ضلع متر وإيه متر ونص لا يقل مسطح المطابخ عن كام يا شباب 3 متر مربع وأصغر ضلع فيه أصغر ضلع في الأبعاد بتاعت طول المطبخ أو عرض المطبخ اللي هو المقاس الصغير أصغر مقاس في الحيطة اللي أربع حواق ديت يكون أصغر ضلع فيه ما يقلش عن كام عن متر وإيه عن متر ونص طيب تعالوا ننتقل لنقطة جديدة يجب ألا يقل مسطح غرفة الحارس عن نقطة متر مربع غرفة حارس غرفة الأمن اللي هي مثلا على البوابة عايزة أعمله مثلا إيه غرفة كدوات يبقى قاعد فيها قالك المسطح بتاع يعني طلها في عرضها ما يقلش عن كام قالك 5 متر ومربع برافو عليك شاطر يبقى إيه مسطح غرفة الحارس كام 5 متر ومربع أصغر ضلع فيها أصغر ضلع فيها ما يقلش عن كام عن الـ 2 متر عشان يبدأ يتحرك مثلا أو يشيل مثلا لمعداته فيها وحكت كلها فيها يبقى أصغر ضلع ضلع الصغير في الأربع أضلع ما يقلش عن كام عن 2 متر يعني مثلا لو أنا عملتها متر وثمانين أو متر ونص لا ما ينفعش قالك أصغر ضلع في غرفة الحارس ما يقلش عن كام عن 2 متر طب تعالى ننتقل للنقطة رقم 8 يجب أن لا يقل للمسطح الحمامات عن نقط يجب أن لا يقل للمسطح الحمامات عن ايه عن نقط متر مربع وأصغر ضلع في الأربع حوائط عن نقط متر يبقى ألا يقل للمسطح الحمامات عن كام يا باش مهندس قالك 2 ايه 2 متر أصغر ضلع فيها ما يقلش ده الكلام ده في اللي ايه في الحمامات بتاعت الشوقة مش الحمامات اللي هي المستقلة او الفردانية مثلا او اللي بنلاقها في الشارع مثلا لأ قالك في المباني السكني يجب قال لي يقول لمسطح الحمامات بايه اتنين متر يعني مثلا طول الحمام في عرض الحمام متر في اتنين تمام يبقى واحد في اتنين بايه اتنين متر ايه اتنين متر مربع واصغر ضلع فيها عن كم يا باش مهندس قالك اهو اصغر ضلع متر وعشرين اصغر دلع فيها ايه ما يقلش عن كام متر وعشرين يبقى انا اضرب المتر وعشرين في كام هيديني الاتنين متر يا باش مهندس تمام يبقى ده اللي هو المسطح طيب تعال نشوف النقطة رقم تسعة يجب ان يكون مقدار بروز الابراغ عن نقط من عرض الشارع من ايه من عرض الشارع وبحد اقصى نقط متر يبقى الاجابة بتاعتي يجب ان يكون مقدار بروز الابراغ 5 في لايه 5% من عرض الشارع من عرض الايه واخن مستغلة 5% البروز بتاعي البروز بتاعي ايه ايوا مقدار قد 5% قالك وبحد اقصى اربعين ايه اربعين متر اقصى حاجة يوم ما تقول ان انا مثلا ايه في بروزات في الابراغ بتاعتي اقصى حاجة لا كم اربعين متر طب تعال نشوف النقطة اللي بعد كده لا يقل عرض الشارع لا يقل عرض الشارع عن نقطة في المناطق القديمة المتطرفة طب انت حضرتك يا أستاذ جايب لي الأسئلة كلها اكمل هو شرط انه هو يجيب لي مثلا في مادة التكنولوجيا مثلا كل الأسئلة بتاعتي اكمل لا مش شرط ممكن يجيبها لي صح وغلط السؤال ممكن يجيبولي اكمل او يجيبولي ايه صح وغلط يعني مثلا ممكن يجيب لي مثلا سؤال يقول لي صح يعني ضع علامة صح أمام العبارة الصحية علامة خطأ وامام العبارة الخطيئ مثلا الإجابة للسؤال اللي أنا قلته من شوية هو قال لك لا يقل عرض الشارع في المناطق القديمة المتطرفة عن مثلا تسعة متر صح ولا غلط هنقول له طبعا غلط ليه يا باشماندس إن هي تسعة متر لإن هي المساحة في المناطق القديمة المتطرفة مات إيه في حدود كم؟ في حدود تمانية متر في المناطق القديمة عرض الشارع ما إيه في حدود كم؟ تمانية متر طب في الأماكن اللي هي الحديثة أو الجديدة دي ما في أحدود كم؟ عشر متر طب تعالوا نشوف معا بعد كده يبقى احنا معرضين انه هو يجيب لنا سؤال اكمل او ممكن يجيب نفس السؤال ده بس يجيبولي صح وغلق يبقى لا يقل عرض الشارع عن تمانية متر في المناطق الايه في المناطق القديمة اللي هي ما بينقصين المتطرفة ممكن يجيب الكلمة القديمة ويجيبها ليه لا يقل عرض الشارع عن نقط في المناطق المتطرفة اللي هي المناطي الايه القديمة ما يقلش عرض الشارع عن كام عن تمانية متر في المناطي الايه القديمة نحفظ الارقام دي صام بعد كده وفي حالة التأسيمات الجديدة لا يقل عرض الشارع عن نقط متر كام ايوه عشرة متر عشرة ايه متر يبقى الاجابة بتاعت كاملة تمام لا يقل عرض الشارع عن تمانية متر في المناطي القديمة المتطرفة وفي حالة التأسيمات الجديدة لا يقل هل هي المناطق الجديدة او المناطق اللي لسه حديثة الانشاء لا يقل عرض الشارع فيها عن كام عن عشرة عن عشرة متر تعال ننتقل لنقطة جديدة ارتفاع الدور الارض اه اه ارتفاع الدور الارض بيتحسب منين يا استاذ ارتفاع الدور الارض بيتحسب من وش الرصيف اللي هو من الشارع تمام لغاية بطنية السقف لغاية بطنية الايه بطنية السقف بطنية السقف ديه اللي هو وش السقف حضرتك لما ترفع دماغ رأسك لفوق وتبص على السقف بتاعت يبقى دي اسمها بطنية الايه السقف يبقى ارتفاع الدور الارض بيتحسب من وش الرصيف لغاية بطنية السقف الايه بتاعت الدور يبقى ارتفاع الدور الارض من سطح الرصيف الى بطنية السقف كام ايوه برافو برافو عليك شاطر 400 4 متر ده ده الدور الايه 4 متر اللي هو الدور الارضي اما الادوار العليا او الادوار المتكررة او قال لي مثلا الادوار المتكررة احنا قلناها تمام في نقطة عدد ارتفاع الادوار العليا او المتكررة كام ايو برافو عليك 2 متر كام 2 متر 80 تعالى ننتقل لنقطة جديدة رقم 12 لا يقل الارتفاع الداخلي عن نقطة متر بالنسبة للمدخل والحمام لا يقل الارتفاع الداخلي عن نقطة متر بالنسبة لليه للمدخل والحمام ما يقلش عن كام اللي هو ارتفاع الحمام او المدخل ما يقلش عن كام ايوة برافو عليك 2 متر وكام 2 متر و30 اطول حاجة في البناء مثلا البناء ده مثلا 2 متر او مثلا متر و80 او متر وسبعين او متر وخمسين يبقى انا اعمل ارتفاع عشان يخش وهو مرتاح يبقى ارتفاع الحمام او المدخل بتاع الشقة يبقى ارتفاعها كام المدخل او الحمام ارتفاعها كام اتنين متر وكام اتنين متر وثلاثين نقطة رقم 13 يجب ان لا يقل المسطح الداخلي للغرفة السكنية يجب ان لا يقل المسطح الداخلي للغرفة السكنية عن نقطة متر مربع عن كام ايوه عشرة متر مربع ما يقلش المسطح يعني طول الاوضة او الغرفة السكنية اللي انا قاعد فيها غرفة النوم مثلا لا يقل المسطح بتاعها تمام عن كام عشرة متر مربع عشرة متر ايه مربع اهو واصغر دلع عن اصغر دلع من الاضلاع بتاعة الاوضة او الغرفة بتاعتي ما يقلش عن كام اتنين متر وكام اتنين متر وسبعين براوضو عليه كده انا خدت الاجابة بتاعتي كاملة تمام لو انا حلت بالطريقة ديت يبقى انا خدت الاجابة بتاعتي كاملة ما كتبتش الاسئلة وحلت على طول قلت رقم 12 10 متر مربع شرطة 2 متر 70 يبقى انا برضو خدت الاجابة بتاعتي ده او ده اللي يريحك والاسهل على حسب سهولة وايه سهولة اللي امتحن بتاعك واتقدر تحله بسرعة ازاي النقطة رقم 14 الحد الاقصى لعدد الدراجات المتوالية في القلبة الوحدة كام دراجة قلناها وشرحناها لما جينا نشغل في ايه في السلالب ايوه اقصى عدد للدراجات في القلبة الوحدة 14 ايه 14 دراجة 14 ايه شباب 14 دراجة الحد الاقصى اقصى عدد للدراجات في القلبة الوحدة كام 14 تعالى نشوف نقطة جديدة يجب ان لا يقل الطول الظاهر لدرج السلالم الرئيسية الدرج السلالم الرئيسية اللي هو المدخل الرئيسي عن كام متر وكام ايوه متر وعشرة متر وكام يا شباب متر وعشرة والسانوية اللي هي مثلا اللي هي السلالم الخلفية مثلا او السلالم زي سلم الطوارئ ما يقلش طول الدرج الظاهر فيه اللي أنا الطول اللي مسموح لان أنا اقصه بالمتر عن كام عن تسعين سانتي ايه متأسف تمانين سانتي طيب يبقى السلالم الرئيسية كام متر وعشرة والسانوية تمانين تعالى نشوف النقطة رقم 16 القطاع العرضي للدرجة القطاع العرضي للدرجة لا تقل النائمة عن نقط سانتي القطاع العرضي للدرجة لا تقل النائمة عن عن كام 27 سانتي برافو عليك والقائمة والقائمة لا تزيد عن نقط سانتي كام ايوه لا تقل الارتفاع القائمة عن كام عن 17 سانتي واحدة هيجي مثلا يقول لي النائمة والقائمة يا أستاذ النائمة زي ما شرحناها وفصصناها ووضحناها في الرسومات بتاعتنا النائمة اللي هي السطح الأفق الذي يدس عليه الإنسان أثناء السعود أو الهبوط اللي بيستخدمها ويدس عليها متأسب بجزمتك دوا ده السطح الأفق بسميه نائمة أما السطح الرأسي اللي هو العمود أو المحصول ما بين نائمتين اللي هو السطح الرأسي بسميه بسميه قائمة ارتفاع عن ايوه لا يزيد عن كم يا شباب لا يزيد عن سبعتاشر والقائمة لا تزيد عن كم يعني احنا قلنا والكلام ده هنحتاجه يبقى الايمة بتبدأ من كم من اربعتاشر ما تقلش عن الاربعتاشر بداية اربعتاشر ممكن اه خمستاشر ستاشر واقصى حاجة لها كم سبعتاشر سنتي وبعد التخصصات ممكن تلاقيه ما تزيدش اقصى حاجة اقصى حاجة تجاوزا تمنتاشر سنتي طيب النايمة بتاعتي لا تقل عرض النايمة عن كم عن سبعة وعشرين ومزدش عن كم عن تلاتة وتلاتين سنتي برضو لو جاتلي في ايه في الامتحاد هل نشوف حاجة جديدة اذكر سؤال تاني احنا خلصنا كده ايه يا شباب خلصنا سؤال اكمل تمام او اكمل ما يأتي وقلنا ان احنا ممكن يجينا اكمل او يجينا صح وايه او صح وغلط نفس النقط اللي احنا قلناها على اكمل دي ممكن استخدمها في ايه في صح وغلط في حضرتك انا لمينا النقط اللي ممكن تيجي واللي مش ممكن برضو هاد موجودة على هاية ايه اكمل ما يأتي طب تعالوا ننتقل لسؤال جديد وبيقول في السؤال ده اذكر اسباب تلف مدميك التوب وطريقة علاج المدميك التالفة اذكر اسباب تلف مدميك التوب وطريقة علاج المدميك التالفة تعالوا مع بعض جديد نقول له ايه اول حاجة شفت بقى بحدد له جديد اجاب مثلا ده السؤال التاني انا خلصت السؤال الاول اكمل طب ده السؤال التاني يبقى انا هقول له ايه فوق في الاجابة بتاعت اجابة السؤال الثاني طيب طالب ايه حضرتك بيقول لي اسكر اسباب تلف مدميك التوب اول حاجة عايز يحدد الاسباب اللي بتخلي التوب بتاعي يبوز او او يحصل له عملية التلف طيب بس جدوت لا قال لي يا باشماندس هو طريقة العلاج للمدميك ديت يبقى هو طالب جزئين في سؤال واحد يبقى اولا اسباب تلف مدميك التوب اول نقطة فعل الزمن مرة عليها الزمن تمام توبة ديت تتبنت بقى لها عشرين سنة بقى لها ثلاثين سنة بقى لها خمسين سنة هتبدأ مع مروض الزمن بيحصل لها عملية التلف فبيتعمل لها عملية صيانة وترميم طيب هل هو من اسباب التلف من اسباب او عوامل تلف في المدميك التوب فعل الزمن بس لا يا باشماندس تاني حاجة الرطوبة المياه الجوفية اللي طالعة اللي مع المياه المياه الجوفية ديت بتقل تزيد بيحصل بايه التوبة بتفرول تمام بحصل بيحصل ايه يا باشماندس بيحصل تلف ليه ليه المدميك بتاعتي طيب النقطة التالتة يا باشماندس قالك النقطة التالتة ان انا ما عملتش عزل رطوبة على على ليه على مستوى عالي تمام او بكفاءة عالية يبقى التلات نقط اللي تقديلي لتلف مدميك التوب هم تلات نقط اول حاجة فعل ايه او مرور الزمن مرور الزمن عليه رقم اتنين ايوه الرطوبة الرطوبة هتقصلي على المدميك رقم تلاتة سوفها سوء العزل ان انا ما عزلتش بايه بدرجة عالية او ما استخدمتش مادة ده كفاءتها عالية يبقى الاسباب تلف مدميك التوب وسؤال مهم وبيتقرر في الامتحانات بتاعتنا اول حاجة ايه فعل الزمن تمام او مرور الزمن عليها رقم اتنين الرطوبة رقم تلاتة سوء الايه العزل ان انا ما عزلتش بايه بكفاءة عالية طيب احنا خلصنا الجزء الاول من السؤال طالب ايه طريقة علاج المدميك التالفة طريقة علاج المدميك التالف هنقوله ايه ننقل بقى ونيجي على صفحة جديدة ونكتب له كدوة اجابة السؤال التاني هنقول بس هنكتب له او في نفس الصفحة لو في مكان هنقوله ايه معالجة بعض المدميك ليه التالفة هتتعالج ازاي تعالى بقى نشوف مع بعض كده في الرسمة عندي حاطة اهو انا شايفو تمام الحاطة ده المدميك بتاعته حصل لها عملية التالف هنعمل ايه يا استاذ عشان اعالج المدميك ديت او اولي بالطوب اللي هي التالفة ديت هنعمل ايه اول حاجة هروح جايب بتشير كدوات واقسم الحائط ده كل خمسين سنت اقسم الحائط كل خمسين ايه كل خمسين 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 لغاية ما اخلص ايه طول الحيطة اللي هي التالفة اللي انا عايز اعمل لها ايه عملية معالجة هصححها واصلحها واعمل لها عملية سيانة طيب بعد ما تقسمها خمسين سنت بتيجي من فوق ما بتعملهاش مثلا ايه مستطلات او بتقسمها مثلا مربعات لا يا باش مهندس انت زي ما احنا شايفين كده بتروح رسمها على شكل عقد وموطور هبدأ في الجزء اللي هو المتحشر او المتظلل ده زي ما انا شايف جود هبدأ اعمل له عملية سيانة طيب يتم عملية السيانة ديت ازاي هنيجي مع بعض جدو تمام اروح بادي بالايه بالاجنة والشاكوش وقصر من فوق من بداية الدوران اقصر اولي بالطوب اللي بايزة ديت يا استاذ اقصر المسافة بتاعت اللي هي الخمسين سنت ديت اقصرها خالص وبعد جود انافض لان اداني شكل اللي هي شكل مثلا فتحة بقيت عاملة زي الشباك تمام خلاص المسافة الخمسين ديت ابدأ ايه ابدأ انافضها من الطراب وارح رأيه وارح ملي وابعد عنها اي شوائب او اي حاجات خفيفة او مقصورة او مثلا اي اي اجزاء مثلا مقصورة في اولي بالطوب انا اضافها واخلي واخلي الطوب اللي موجود ده صلب ومتي طيب الخطوة اللي بعد الوقت يا باشماندس ابدأ بعد ما قصرت يبقى اول حاجة انا اسمت الايه اسمت الحيطة كل خمسين سنتي وارح سمتها على سجل من فوق من اعلى اسمتها على شكل ايه عقد موطور طيب الخطوة اللي بعد كده هبدأ في عملية التكسير اقصر من فوق لا ولا من تحت قالك لا تبدأ تقصر من فوق من بداية دي الدوران بتاع اللي انا رسمه على الحيطة لغاية منزل لنهاية لنهاية الجزء اللي هو التالف تمام طيب قصرتها الخطوة اللي بعد جدوات انضف الشوائب اللي موجودة في الجزء اللي تم تكسيره الخطوة اللي بعد جدوات ابدأ اعمل عملية ايه الديهان طبقة عزلة للرطوبة طبقة افقية لايه عزلة للرطوبة عشان بعد جدوات لو جدت رطوبة او اي حاجة ما تطلعش وايه وتكرر نفس اللي حصل ده وتأكل وتأثر في اولي بالطوبة او المدميك اللي احنا هنعملها طيب يا استاذ يبقى انا هبدأ ايه ادهن او ابدأ اعمل طبقة افقية من من العزل طيب بعد بعد المعزل دوت وطبقة العزل بتاعة تشد ابدأ ابني ايه الجزء اللي انا قصرته بس خلي بالك وانت ايه وانت بتبني مقفلش الجزء اللي انا ايه اللي انا قصرته دوت لازما اسيب جزء اللي هو بنسميه طرف الرباط بتاعي تمام يعني ااجي على ايه النص طوبة او الربع طوبة ديت واروح سايبها وانا بابني اروح سايب الجزء ده فاضي عشان لما اجي ابني الجزء الجديد ده اربط الجزء القديم بالجديد تمام طيب بعد جواهت يا باشماندس بعد ما خلص الجزء ده وبنيته تمام تمام خلاص انا وصلت للاخر وصلت من انا ايه بنيته الجزء اللي هو الايه اللي انا قصرته طب هنعمل ايه يا باشماندس اروح جاي على اخر طوبة تمام واروح مالي اروح حطت ايه كمية من المونة على وش ايه وش التوبة من فوق واروح شاحة المونة ديت بايه بألم خشب بنسميه اجنة خشب تمام والقل والاجنة الخشب ديت او المصمر الخشب ده معمول من الخشب الصورب اللي هو يتحمل ده لغاية ما عد ايه اغبط على المونة ديت لغاية ما تشحت لغاية ما ديت تملال الفراغ اللي ما بين التوبة القديمة والايه والجديدة طيب بعد جواهت يا باشماندس هنعمل ايه انا خلصت الجزء الاولاني رقم واحد طيب اجي اقصر الجزء رقم اتنين ما ينفعش اروح سايب الجزء رقم اتنين واروح نقل على الجزء اللي هي المسافة الخمسين اللي هي رقم ثلاث وقصرها وابدأ اعيد اللي انا عملته في الجزء رقم واحد ان انت تقصر برضو من فوق اللي تحت وبعد جواهت تنظف وبعد جواهت تعزل وبعد جواهت تبني لغاية ما تشحت المباني تمام طيب بقى فيه عندي جزئين جداد بقى فيه عندي ايه جزئين جداد فيه مسافة خمسين رقم واحد الجزء رقم واحد ده لو مسافته خمسين ده انا عملت له ايه سيانة سبت رقم اتنين تمام وروح تجيت على الجزء رقم ثلاثة وروح تعملت له سيانة طيب المسافة اللي في النص دي بعد مرور خمستاشر يوم ابدأ افكر ان انا قصر الجزء اللي في النص ابدأ افكر ان انا ايه اقصر الجزء اللي فين اللي في النص اللي هي المسافة الخمسين اللي هي رقم اتنين ابدأ اقصرها تمام ونفس القطوات اللي انا عملتها في واحد واتنين ان انا اقصر اوليب التوب من فوق اللي تحت وادهن طبقة العزل بتاعتي وبعد جواهت ابني اوليب التوب تمام لغاية الموصل لغاية اخر الفتحة بتاعت اللي هي الدوران تب فيه حتة منورة اساز اروح جاي على اوليب التوب ديت وارح شاحت لها اروح زي ما بالبلد جواهت ايه احشها مونة طيب عشان اوصل المونة ديت واملى الفراغ اللي ما بين اللي اتنين اروح جاي باجنة مصمار معمولة من الخشب مش من الحديد وارح جاي كده قد اروح دايق على طبقة المونة ديت لغاية ما تملالي الفراغ ده اسمه تشحيت الايه تشحيت المباني طيب بعد جواهت يا بشماندس انا عملت الجزء بتاعي اللي هو جزء الحق دوت ايه اعملت له سيانة تمام التمام طب عايز بقى يا بشماندس اعمل ايه اعمل بعد جواهت اه ضمان بقى ان انا الحم الحطة القديمة مع الجديدة اروح جايب ايه السلك البقلاوة اللي هو الشبك البقلاوة ده وارح مصمره نصه على الحطة القديمة اللي فوق ونصه رابط مع الايه الحطة القديمة اللي تحت طيب الحل السلك البقلاوة دوت يا بشماندس ايه لما ييجي الترتش الاسمنت هيبدأ بعد مع مرور الزمن هيكن فيه ويصد ويتاكل يبقى انا ما عملش حاجة يبقى انا نعمل ايه بشماندس هنعمل ايه بشماندس اهدهن الشبك البقلاوة دوت بمادة ايه بوكسية تمام مانعة للصدق يبقى انا حافظت عليه وابدأ اترتشه ابدأ ارمي طبقة الترتشة واروح ممحر واروح داهن يبقى دي اسمها خطوة ايه اسمها ترميم او تنكس المباني خطوة المرحلة دي اللي انا عدتها وشرحتها اسمها خطوة صيانة او معالجة او تنكس الايه المباني تعال نشوفها مع بعدي كده ايه على الاشلايس اللي انا جايبه لك الجزء اللي انا اللي احنا هديناه هو قصرناه من فوق لتحت وده همت الطبقة العزلة طبقة عزلة للرطوبة الخطوة اللي بعد يجي دوات هبدأ ابدأ الكلام ده اهو يبقى الخطوات بقى اللي حضرتك هتكتبها معالجة بعض المدميك التاليفة رقم واحد يهدم جزء صغير من الحائط المرات تغيير مدميك التاليفة بالمقدار نص ايه نص متر من طول الحائط المطلوب عمل الترميم به كلام ده قلناه طب الخطوة اللي بعد كده يتم التكسير من اعلى بشكل عقد ايه موتور طب الخطوة التالتة تفرش تفرش طبقة عازلة على المستوى الايه الافقي ادهن يتم دهان طبقة عازلة على المستوى الايه الافقي بعد اما فرشب طبقة طبقة العازل ده على المستوى الافقي هنعمل ايه بشموانديس طبنا المدميك الجديدة من طوب جيد مبلل بالماء مع استعمال الاسمنت اللي اول اسمنت اللي انا هستخدمه في المونة يكون اسمنت Launch اذا ايه اسمنت ايه اسمنت عاد لا اسمنت سريع الشك اسمنت سريع لايه يعني بيشك في خلال ايه بخلال ايوة بالزبط كده 3 ايام يدي لك درجة الصلابة اللي يديه لك في ايه الاسمانت العادي في اسبوع الخطوة اللي بعد كده على ان يترك في هذا الحائط جز من طرف الروباط او طرف الروباط في اتجاه الطول في اتجاه الايه اربط الايه يمين وشمال وذلك لضمان ربط هذه الاجزاء المنفصلة مع ايه مع بعضها عشان اربط القديم مع الايه مع الجديد النقطة اللي بعد كده الاهتمام بتشحيط المباني الجديدة اسفل المباني القديمة طبع تشرح ازاي وذلك بتحميل الالب الاخير بالمونة على ظهره على ان يتم ضغط هذه المونة لضمان التشحيط بواسطة الم اجنة من خشب صلب لكبس اللحام وتقرار عملية الضغط بواسطة الم اجنة الخشب اكثر من ايه اكثر من مرة نقطة اللي بعد كده بعد نص متر اخر من هذا الجزء يتم تكسير جزء اخر من الايه الحاط تفرش الطبقة العزلة ويجرى البناء بنفس الاسلوب السابق اللي احنا ايه اللي احنا اللي احنا طبقناه ونفزناه في الجزء الاولاني طيب بعد مضي مدة لا تقل عن 15 يوم متقلش عن 15 يوم يتم تكسير المباني القديمة بين الفتحات الجديدة وتعالج بنفس الايه الاسلوب وبذلك يكون قد تم استبدال بعض المدميك التلفة بفعل الرطوبة وتغيير المدميك المتأثرة بالرطوبة في طول الحاط وايضا يكون قد تم اجراء الايه العزل بعد جفاف الحائط يضق شبك بقلاوة او زي ما انا جايبها لك اوه ادي الجزء الجديد تمام وفوق عندي ادي العقد المطوري اللي انا عمل ايه اللي احنا رسمناه وحددناه وشحطناه بالمونة في جزء جديد في جزء قديم فوق ودي الجزء الجديد طب اربط الاتنين دولت ازاي بعد جفاف الحائط يضق شبك بقلاوة على خطوط اتصال الايه الحائط القديم بالايه بالجديد طب الخطوة اللي بعد كده اجراء الدهان اللازم بالايبوكسي على الشبك وعمل الايه الترتشة بعد جفاف طبقة الترتشة يتم عمل طبقة البياد اللازمة وتعرف هزي العمل ايه بتنكسل ايه الحوائط يبقى احنا كده و تعرفنا يا باش مهندس ان احنا نعالج 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 الحوائط بتاعت ازاي باستخدام ايه يا باش مهندس نعالج المدميك التالفة باستخدام اللي ايه ان انا استخدم اوليب طوب جيدة وقوية ومتينة وايه وايه بايه بالشبك البقلاوة طب تعال نشوف سؤال تالت سؤال مهم جدا 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 تمام من الاسئلة بتاعتنا هنيجي نقلي بالكراسة ونقول اجابة السؤال التالت يبقى اول سؤال كان جايبولي ايه سؤال اكمل وممكن يجيبهولي سؤال صح وغلط طيب السؤال التاني انا جيبتلك ايه اللي هو كان عايز اسباب تلا في المدميك وطريقة اللي ايه وطريقة المعالجة بالطريقة العادية طيب السؤال التالت هروح قالي بالكراسة واقول اجابة السؤال التالت وتعال مع بعض كده ونشوف ونقرأ السؤال ده مهم جدا تمام تعال نشوف مع بعض كده جايب لي ايه سلم من الخرصانة المسلحة ايوة ده مسألة حساب سلم كده ازاي احسب سلم يا أستاذ في بيتنا انا اعرف ازاي احسب سلم في مثلا في عمارة او مثلا جاري اللي جنب دوت عايز مثلا يعمل ينفي السلم طيب السلم دوت عدد الدرجات بتاعته ايه وعدد القلبات بتاعته ايه وعدد البصات بتاعته او صدفات الصدفة المتوسطة او صدفة الوصول عددها ايه ونحسبها ونشوف ويه ونتمتع كده واحنا بنحل المسألة دي لانها شيقة جدا ولذيزة تمام ومضمونة يقول السلم من الخرصانة المسلحة في عمارة سكنية ترتفع فيها ارضية الدور الارضي كام متر وثلاثين يعني انا اول ما خش العمارة مش هلاق السلم على طول لا ده في مثلا ايه ستة سبع درجات كده هوت في الاول يدخلوني لايه لغاية اول بداية السلم بتاع فيها ارضية الدور الارضي متر وثلاثين عن الشارع وارتفاع الطابق تلاتة متر ارتفاع الطابق كام تلاتة متر والمطلوب عمل الحساب اللازم لهذا السلم على اساس انه يتكون من ثلاث قلبات يبقى السلم اللي انا هشتغل عليه متكون من كام قلبة من تلات قلبات وان طول الدرجة النظيف كام متر وعشرين الحاجات دي هنحتاجها لبقى انا محتاج ارتفاع الطابق اللي هو ارتفاع الدور كام تلاتة متر السلم كام قلبة تلات قلبات طيب طول الدرجة النظيف اللي ظاهر قدامي واللي انا اقسه بالمتر كام متر وعشرين عرض صدفة الوصول متر وإيه متر وتلاتين موضحا اجابتك برسم المسقط الافقي للسلم موضحا عليه الابعاد اللازمة قال استخدم القانون اتنين قاف هنحتاج الكلام ده استخدم القانون اتنين قاف زائد نول بيسوي تلاتة وستين ايه سنتي تعالوا مع بعض جوات نشوف هتيجي ايه اهدي الكراسة بتاعتي وعملت لك هامش صغنا كده على ايد الشمال استخدم البيانات اللي هو جايب هالي في وردة الاسئلة اول حاجة السلم ده متكون من قلبتين ولا تلاتة لا السلم ده متكون من تلاتة البات كتبت كده في الهامش سلم مكون من تلات ايه البات طيب ارتفاع الطابق كام تلاتة متر طول الدرجة الظاهر اللي هو النظيف اللي ظهر قدام كام متر وعشرين عرض صدفة الوصول من الدهن كام متر وتلاتين نبدأ نحل نبدأ نحل اول خطوة على طول حساب ارتفاع القيمة حساب ارتفاع القيمة عند ارتفاع الدور تعالوا مع بعض جوات نقول ايه ارتفاع الدور هو جايبوا لي كم يا استاذ ارتفاع الدور تلاتة متر ارتفاع الدور كام تلاتة متر طب التلاتة دولة هيحتاجوا كم درجة احتاجوا كم درجة التلاتة دولة التلاتة متر دية لو انا رصت شكار اسمانتي فوق بعضها كده عشان اوصل من وش الارض لغاية ببطنية السقف دية عايزة كم شقارة عايزة عشرين شقارة ولا عايزة تلاتين ولا عايزة خمسين هنحسب يا باش مهدس مع بعض كده اول حاجة نفرد خلي بالك انا اقول لك ارتفاع الايمة يتراوح من كم لكام اقول لك ارتفاع الايمة ما يقلش عن كام ما يقلش عن 14 وما يزيدش عن كام 17 مجازا هنمشي مع التخصصات التانية ممكن يوصل لل 18 تمام طيب هتيجي بقى قبل ما تكتب اي حاجة وتعد تشطب بالقلم الجاف وتباوز شكل الكراسة بتاعتي تمام ويه وتخلي عيني مش مقزك دوت وانا بصحح لا باش مهدس هروح مسك على القلة الحزبة واقسم التلاتة متر اللي هو ارتفاع الدور اول حاجة انا قلت لك ارتفاع الايمة ده ما يقلش عن كام ما يقلش عن 14 واخر حاجة ليه كام 18 او 17 يبقى انا اقسم ارتفاع الدور ارتفاع الدور تمام اللي هو التلاتة متر مرة على ال 14 مرة اول مرة على كام ال 14 ناتج الاسمه ده لو اداني عدد صحيح يعني عدد مقفول بدون كسور يعني مثلا ايه 20 ما ينفعش 21 واحد ايه واحد سنتي واحد بيلي او مثلا 22 و 5 او 22 لا ما ينفعش رقم ايه رقم فيه كسور لازم يديلك عدد ايه رقم صحيح طيب اقسم اول مرة ارتفاع الدور اللي هو التلاتة على ال 14 اداني رقم وشويات ما ينفعش اقرب التلاتة على ال 15 اداني رقم صحيح يبقى هو ده اللي ينفعش ما اكملش طيب اداني ال 15 الرقم وكسور رقم وشويات ما يبقى ما ينفعش اقرب ال 16 يبقى 3 على ال 16 3 على ال 17 لغاية ما يديني عدد ايه عدد صحيح طيب تعالى بقى مع بعض انا افتردت من عندي بس هو مش من عندك انا ايه افتردت ان ارتفاع الاي مكان 15 على اي اساس يا استاذ نرجع ونقول ان انا عسمت ارتفاع الدور اللي هو مدوني في الملاحظات اهو 3 متر على ال 15 سنتي تمام هيديني عدد ايه هيديني عدد صحيح اهو يبقى عدد الاواين في السلم كام يا بشمان 3 متر على ال 15 بيسوي كام 20 ايمة يبقى انا عشان اعمل السلم اللي هو 3 قلبات وارتفاعه 3 متر يبقى انا عايز كام ايمة عايز 20 ايمة عايز 20 ايمة طيب يبقى انا عرفت احسب الايمة عرفنا نحسب الايمة بناءنا عليه ال 15 دي ال 15 دي اسمت الارتفاع الدور ارتفاع الدور اهو انا قلت له نفرد ارتفاع الايمة 15 انا ما فردتاش انا جربتها الاول ما بيني وما بين نفسي كده واسمتها برا ال 3 على ال 14 ال 3 على ال 15 ال 3 على ال 6 اداني 3 على ال 15 من 100 دي اداني رقم مقفوله اللي هو العشين يبقى العشين دي اللي انا عايز ما يدينيش عشين وكسور لا يبقى دي العشين يبقى العشين ايمة يبقى السلم ده عايز عشين ايه الايمة طيب العشين ايمة دولة يترسوا في السلم من 3 قلبات ازاي لو انا عندي قلبتين هنقول العشين على القلبتين يبقى عشة في القلبة الاولى وعشة في القلبة التانية طب هو مديني السلم اللي انا بشتغل عليه ده اللي هو 3 ايه 3 قلبات هيتوزعه ازاي يا استاذ لازم لازم القلبة احنا قلنا مع بعض السلم مكون من كم قلبة 3 قلبات القلبة الاولى القلبة التانية القلبة التالت لازم الاولى مع التالتة يبقى قد بعض لازم الاولى مع التالتة قدي ايه قدي بعض عدد الدرجات اللي في الاولى يسوي عدد الدرجات اللي في التالت واللي يتبقى من الاتنين يتحط في النص يتحط في اللي في النص اللي هي القلبة اللي هي التانية انا افترضت يا بشماندس ان انا انا عندي عشرين اخد منهم سبع ايمين وسبع اشمال او تمانية ايمين وتمانية اشمال واللي يتبقى من ايه من اللي انا اخدته يتحط فين في النص طب انا هافترض من عندي ان انا في القلبة الاولى والتالتة حطيت سبع يمين سبع اواي يمين وسبع اشمال يبقى مجموعهم كام اربعتاشر طب الاربعتاشر من العشرين يتبقى كام يا استاذ يتبقى ستة يبقى القلبة التانية اللي هي في النص هيتحط فيها كام ايمة يتحط فيها ست وضحيت عرفت ازاي انه نرصهم تعالى نشوف مع بعدي كده القلبتين الاولى والتالتة مع بعدي كده وانت نركز ما فيش حد يسرح مني القلبتين الاولى والثالثة يجب ان تكون متساويتين يجب القلبة الاولى والتالتة عدد الاوايم في ايه متساويتين في عدد الاوايم مع بعدي كده وانت نركز ما فيش حد يسرح مني مخرجنا الجميل يركز بعد يسرح كده وانت الكاميرا على الاسلائس فيكون كل من هتين القلبتين سبع ايه سبع اوايم انا فرطهم من عندي ان انا ايه ان انا رصيت وزعت في القلبة الاولى والتالتة سبع ايه سبع اوايم ويوضع الباقي في القلبة الايه التانية وهو تعال نحسبها بقى العشرين ناقص سبعة في القلبتين يبقى كده اتنين في سبع ايه باربعتاشر او سبعة في اتنين ايه باربعتاشر ناقص العشرين يبقى بتسوي ايه ستة اوايم يبقى عدد الاوايم في القلبة الاولى والتالتة هيبقى كام سبعة وايه سبعة وسبعة عدد القوام بالقلبة التانية هيبقى كام اللي باقيه من الايه من الاولى والتالتة اللي تبقى كام ستة طب أنا كده يا بشمهندس عرفت أحسب عدد الايه الأوايم طب تعال نحسب عدد النوايم يا أستاذ عدد النوايم بيتحسب ازاي عندنا قاعدة وإحنا حفظنا عدد النوايم أقل من الأوايم بايه بوحدة عدد النوايم تمام عدد النوايم أقل النوايم اللي هو السطح الأفقي ده تمام طيب الأوايم السطح الرأس هو يا بشمهندس قلت لك ايه عايز أحسب النوايم ديت عددهم هيبقى كام؟ انا طلع لي 7 يمين و7 شمال السبع ايه؟ السبع اوايم دول السبع اوايم دول تمام؟ بكم نايمة؟ عندنا قاعدة بتقول ايه؟ عدد النوايم اللي انا هدوس عليها اقل من الاوايم بايه؟ بواحدة يبقى 7 ناقص واحد بيساوي ايه؟ يبقى 6 ايه؟ 6 نوايم والستة اللي هي في النص يبقى 6 ناقص واحد هتطلع بكم؟ بخمسة تعال نشوفها مع بعدي كده عدد النوايم بالقلبتين الاولى والثالثة الاولى والثالثة حددناهم كام؟ 7 يبقى 7 ناقص واحد يبقى 6 يمين و6 6 في الاولى و6 في الايه؟ و6 في التالتة طب تعال نشوف مع بعدي كده عدد النوايم بالقلبة التانية بيساوي 6 ناقص واحد بيساوي 5 ايه؟ 5 نوايم حساب عرض النائمة هنستخدم 2 قفزة دنون بيساوي ايه؟ 63 سنط 63 ايه؟ القانون القاعدة اللي قال لي حددها لي في المسألة استخدم القاعدة بتقول 2 قفزة دنون بيساوي ايه؟ 63 سنط يبقى اللي 2 تنزل زي ما هي؟ القفزة تلعت بكم؟ بخمستاشر زايد النون النون مجهولة انا عايز عرض النائمة بتساوي دي ايه؟ 63 اضرب اللي 2 في 15 بيكم؟ بتلاتين زايد النون بتساوي 63 تنزل زي ما هي طب النون لسه مربوطة مع الثلاثين والتلاتة وستين دي سايبة زي ما هي كده اللي وحديها مفيش حد رابطها يبقى نعمل يا بش مهندس اروح مخرج النون برة تمام؟ واخد النون اجيبها برة تمام؟ واروح مدخل اللي هو السايب اروح مدخل السايب ايه؟ اروح مدخل السايب جوه واروح مخرج المربوط ايه؟ برة واعكس الاشارة اللي في النص يبقى النون بتساوي 63 نقص 30 بتساوي 33 سنط وللأسف ومعاد حلقتنا كده هو انتهى وهنكملها ان شاء الله في حلقة المراجعة القادمة ان شاء الله ولنا لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة